أنا لدي هنا أيها الأحبة دراسة غريبة لجامعة أريزونا الأمريكية طبعا نشرت في مجلة Sport and Exercise Psychology هذه المجلة تهتم بالتمارين النفسية التي تساعد الرياضين على النجاح أكثر وجدت علاقة حقيقية بين تحسين أداء الإنسان إذا أراد أن يخوض مباراة معينة وبين التفكير بالموت شيء غريب يعني نحن نعتقد أو كنا نعتقد أن التفكير بالموت يدعو للإكتئاب وللحزن وكذلك هذه الدراسة غيرت نظرة العلماء عن هذا الأمر أحضروا فريقين في لعبة معينة فريقين من الرياضين الفريق الأول تركوه على حالي الفريق الثاني قالوا له تخيل أن هذه آخر مباراة ستخفضها وستموت بعد ذلك يعني مباراة مودع عندنا نقول الصلاة مودع مودع يعني أنا سأصلي وأغادر وأذهب إلى الله سبحانه وتعالى أغادر هذه الدنيا هكذا على مدى عدة أيام جعلوهم يستيقنون أن بعد هذه المباراة سيموتون لقد كانت النتائج مذهلة أن الفريق الذي فكر بهذه الطريقة تفوق على الفريق الآخر بفارق كبير جدا طيب ما الذي حدث في دماغه الذي حدث أيها الأحبة أن الدماغ في هذه الحالة فرغ من كل الشواغل يعني أنا لدي مواعيد لدي أعمال لدي مشكلة سأحلها بعد أيام لدي مشكلة هنا لم تحل لدي مرض سأعالج لدي كذا فكل هذه المشاكل أثناء المباريات أو الامتحانات أو المسابقات أو أثناء بذل جهد معين يعني أنت أثناء اتخاذ القرار يعني في لحظة اتخاذ القرار تتزاحم كل هذه الهموم والمشاكل وتشوش عليك فتجعل القرارات إما خاطئة أو ضعيفة فالعلماء هنا يحاولون أن يعزلوا المشاكل أن تخرج مشاكلك من دماغك وتبقي فقط هما واحدا هو الذي ستقوم به الآن فوجدوا هذه الطريقة أنك إذا فكرت بالموت يعني إذا قلت أنني سأموت مثلا غدا ستجد أن التفكير بالخوف من المستقبل انتهى التفكير بمشاكل الغلاء والمستقبل الأولاد وكله انتهى التفكير بالأمور الاقتصادية انتهى التفكير بمخاوفك من حروب من أشياء مستقبل ينتهى فأصبح لديك فقط مشكلة واحدة تعالجها هي ما تقوم به الآن النبي أمرنا بذلك أراد لنا أن نكون في قمة الخشوع أثناء الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن ماجا إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ما معنى ذلك خذ نفسا عميقا وقل أنا قد تكون هذه الصلاة آخر صلاة لي قد أموت بعدها بالفعل كثير من الناس يصلي العشاء ثم ينام لا يستيقظ أو إنسان يصلي الظهر ويذهب في مشوار يعود ميتا نتيجة حادث أو غرق أو كذا هذه تحدث أمامنا كل يوم قلاب أو مثلا ركاب طائرة أو سيارة أو باص أو كذا يخرجون وكل واحد لديه هموم ومشاكل نتيجة حادث معين يفقدون حياتهم وبالتالي كل واحد معرض للموت أيها الأحبة الموت ليس بعيدا عنك أخي الحبيب فعندما تفكر أن هذه آخر صلاة سينحصر ذهنك بهذه الصلاة فقط بما أن تتمنى أن تطيل هذه الصلاة يعني تخيل لو أن أحدا يقول لك أنت مادم تصلي لن تموت لو جاءك مثلا مثلا ملك الموت وخيارك وقال لك أنا سأسمح لك أن تصلي مثلا ركعتين كم ستطيل في هاتين الركعتين فعندما يعتقد الإنسان أنه سيموت بعد هذه الصلاة ستجده يطيل الصلاة يخشع أكثر يبكي أكثر يفكر أكثر يتأثر أكثر بكلماتها يعني عندما تصادفه آية من آيات العذاب آية من آيات الموت تجده يقف طويلا يعني مثلا عندما يقرأ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الوفاة تكون عادلة لا يفرطون بشيء هذا الملك لا ينسى شيء ولا يظلم يأتي في الموعد المحدد عندما تفكر بالموت وتقرأ هذه الآية أثناء الصلاة أنت يعني كل كل جسدك يتفاعل مع هذه الكلمات مع كلام الله سبحانه وتعالى يعني عندما مثلا تكون في الصلاة وتقرأ قل إن الموت الذي تفرون منه يعني الموت الذي تهربون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون مثل هذا الأمر أيها الأحبة يعني يجعلنا نتفاعل مع هذه الآية نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ندرك أن أجمل لحظة يمكن أن يعيشها الإنسان هي لقاء الله لأن الله هو الذي قال لنا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم هنا أيها الأحبة الله يقول لك أنت على موعد أنت على موعد مع الله عز وجل في لقاء مع الله فانظر كيف ستستعد يعني أحدنا إذا كان لديه موعد مع شخص مهم مقابلة عمل أو مع مسؤول كبير أو مع إنسان يعني أنت تذهب ليقضي حوائجك ليحل مشاكلك أنت تستعد أفضل استعداد للقاء هذا الشخص كيف بلقاء مالك الملك سبحانه وتعالى كيف بلقاء الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة يعني أرجو أن نتذكر الموت دائما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات ولا نعرض أنفسنا لهذه المشاهد المخيفة المرعبة التي سيتعرض لها الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لذلك اجعل نفسك من الفرحين بلقاء الله من الذين إذا جاءتهم الملائكة ملائكة الموت جعلتهم ينظرون إلى مقامهم من الجنة أن تأتيك الملائكة وتبشرك لا تبشرك بلقاء الله لا تبشرك ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فنحن نريد أن نصل إن شاء الله إلى هذه المرحلة إذن دعوني أختم بهذه الآية الكريمة عسى أن يجعلنا الله من أهل الجنة هناك صنف من الناس تتوفاهم الملائكة طيبين يقول سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته